اشتركوا في القناة وعززوا من إسهامهم في المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين وينعكس على نماء وازدهار الوطن وأشار سموه إلى أن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري يواصل جهوده لإتاحة الفرصة أمام أبناء مملكة البحرين لاستكمال تعليمهم الجامعي وتأهيلهم علميا ومهنيا للانخراط في شتى المجالات العلمية والمعرفية وفق متطلبات سوق العمل إيمانا بأن الاستثمار في الشباب البحريني هو الاستثمار الناجح الذي سيعود خيره على الوطن وأبنائه جاء ذلك بمناسبة الإعلان عن فتح باب الترشيح للدفعة التاسعة من بعثات وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري للعام الأكاديمي 2022-2023 وذلك بدءا من اليوم الأربعاء من جهتها أوضحت الدكتورة مونة محمد لبلوشي أمين السر وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري أن باب الترشيح سيكون مفتوحا للطلبة خريجي المرحلة الثانوية الحاصلين على معدل 80% فما فوق للحصول على البعثات المقدمة من الوقف لدراسة البكالوريوس في العام الأكاديمي 2022-2023 بالإضافة إلى ضرورة توافر الشروط الخاصة بالترشح للبعثات ودعت لبلوشي الطلب الراغبين في الاستفادة من هذه البعثات التقدم بطلبات الترشيح وذلك خلال الفترة من اليوم الأربعاء وإلى يوم الأربعاء المقبل الموافق لل27 من يوليو الجاري